بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بص يا شباب أنا سمعت ناس كتير منكم بيقولوا احنا نعمل في الترجمة الاختياري نحلها ازاي. اقول لك على حاج الترجمة الاختياري بعد حلقات اليومين دول لانا هنزلك تقريبا على يومين ثلاثة حلقة كل يوم. انت ان شاء الله ضمنت باذن الله ان شاء الله الترجمة الاختياري. النهاردة هنتكلم عن الترجمة الاختياري بازاي نوصل لان احنا نحلها ونبقى ضمنين الدرجة بتاعتها. فبالتالي لو حضرتك اول مرة بتنورنا وبتشرفنا ما تنساش تشاري الفيديو وتبلغ كل الناس وتشترك في القناة علشان الناس كلها تعرف ان احنا بنقدم النهاردة. مش النهاردة بس احنا بنقدم عموما كورس هنا على القناة للرايتنج بحيث اللي سكيلز خلاص مضمونة قدمنا القديمنا قدمنا بنتكلم في في حلقة اجزاء الكلام. لا بص الجزء ده اللي هو الجزء بتاع الرايتنج التمن درجات دول ان شاء الله معنا مضمونين بإذن الله مية في المية. دلوقتي حضرتك هشرح لك الترجمة بتتحلي ازاي تفصيلا وهقولك ازاي تضمن الدرجة بتاع الترجمة وهقولك تقنية معينة هنمشي عليها انا وانت اللي هي تحل الترجمة وان شاء الله تبقى ضامن نفسك انك مش هتغلط فيها تاني. ان شاء الله بإذن الله ده بعد مشيت ربنا سبحانه وتعالى. تعالى بقى نروح مع بعض نحل انا وانتك كده شوية اسئلة كتير علشان نتدرب كتير على الترجمة ونرجع لبعض تاني. اهلا بحضراتكم مرة تانية. بعتذر اذا كان الفيديو تأخر عن المعادل اللي قلت عليه شوية بسبب اه ضعف الانترنت. الجملة نمبر وان بتقول. العالم باسره كان منتظر بفارغ الصبر فرا عادة بحار الصفينة العالقة. بعد أجهد انقاذ بعد أسبوع من العمل الجاد. فرا الانقاذ سعيد نجح في ساحبها ساحبها. و ممار للبحر الأكثر أهمية. ما زال ممارة البحر الأكثر أهمية تم فتحه. طيب. دي طريقة اللي انا دايما بشتغل بيها الترجمة واللي دايما بانصح بيها طلاب. يركزوا معي كده انا هعمل ايه? الاول بنيراه زي ما احنا ارناها مع بعض كده وما فيش اي مشكلة لو لقينا كلمات جديدة علينا او ما نعرفهاش لانها كده كده حضرتك هتلاقيها موجودة في الترجمات اللي تحت اللي عندك في الاختيارات. فما عندكش ادنى مشكلة انك قابلت كلمة غريبة عادي انت كده كده وابدأ اقارن بين الاجابات الاربعة في الجملة دي يعني مسلا. العالم باسره كان منتظر بفارغ الصبر. اعادة ابحار السفينة. العلاقة ايه? انا هدور كده في الاربعة. تعالوا نشوف. لقد كان العالم باسره ينتظر بكل صبر. لا هو مش بكل صبر. يعني بيفارغ الصبر. ما كانش عنده صبر خالص. يعني بكل صبر غلط. يبقى انا استبعدت ايه من قبل مبدأ. هي دي الطريقة اللي بقولك عليها. فكرة انك بتستبعد ناس. بتقول له طلع بره انت مش معانا. ايه انت مش معانا. اتفضل حضرتك? مش معانا. طيب تعال نشوف بيه. كان العالم كله ينتظر بكل الصبر. برضو بيه مش معانا علشان بكل الصبر. يبقى انا ببساطة كده طلعت اتنين هم من قبل مبدأ. طب تعال نشوف سي. لقد كان العالم باسره ينتظر بفارغ الصبر عادة تعويم السفينة العلقة في قناة سويس. كده صح. يبقى اول جملة هنا معايا مزبوط. سي كده انا ما عنديش مشكلة فيها انت مكملها معنا في المنافسة. تعال نشوف دي. لقد كان العالم باسره ينتظر بفارغ الصبر عادة تعويم السفينة العلقة في قناة سويس. كمان دي انت معايا. يبقى كده داخلي معايا في المنافسة وايه وبي طلعوا. انا مش اراهم تاني خلاص. مش تبوص عليهم. نكمل. وبعد اسبوع من العمل الجاد في ساحبها. يلا نشوف هنا. وبعد اسبوع من العمل الشاق. اوكي. الجاد والشاق معنا واحد نجحت في ساحبها. اوكي. كده معنا مكملة. مطلعتش من المنافسة. نشوف وبعد اسبوع من العمل الشاق نجحت فرق الانقاص في ساحبها. لغاية دلوقتي كمان معايا مكملين. كويس جدا. في الممر البحري الاكثر اهمية تم فتحه. اخيرا تم فتحه. تعال نشوف كده. واخيرا تم فتح الممر البحر الاكثر اهمية. لغاية دلوقتي سي ما عنديش فيها اخطاقة. تعال نشوف دي. وتم فتح الممر التجاري. غلطة هنا هو. شوف جاية فين في الاخر. يبقى هي الاجابة الصحة. فهلنا الفكرة اللي نمشي عليها تعالوا نجرب مرة كمان. اصحاب الشغل يعني ارباب العمل يعني. يعني يعني يثبت او اه ما يشجعش يعني. وكي يعني يثبت او ما يشجعش. هومر روح الفكاهة in the workplace في مكان العمل. thinking معتقدين. that if people were laughing لو الناس بتضحك. or having fun او بتمرح. then they weren't working hard انهم مش هيشتغلوا بجد. او هيعملوا بجد يعني. هو يفروا برا من ذلك. scientific research البحث العلمي has proven اثبت this to be completely and true. اثبت ان ده غير صحيح تماما. تعالوا بقى نشوف مع بعض. a b c d. اول واحدة ايه? اعتاد ارباب العمل على تثبيت. تثبيت يعني عدم تشجيع تقريبا الاثنين مع بعض. معناهم واحد. تثبيت الفكاهة في مكان العمل. عن اعتقادهم. هي عن دي مش مظبوطة. هي بناء على اعتقادهم. مش عن اعتقادهم. تعالوا نشوف بيه بس. اعتاد ارباب العمل على عدم تشجيع هي تثبيت. هي عدم تشجيع هي هي الفكاهة في مكان العمل. بناء على اعتقادهم. تمام? انه اذا كان الناس يضحكون او يستمتعون. فانهم لا يعملون بجد. ومع ذلك فقد اثبت البحث العلمي ان هذا صحيح. تماما. صحيح? تماما. صحيح ازاي? لا هو غير صحيح. هو غير صحيح. يعني انا شفت كده ان ايه? يعني انا تلككت ال ايه على حاجة بسيطة. هي عن. وجايد الوقت تقول لي هذا صحيح. طبعا بيه غلط تمام. تعالوا نشوف سي. اعتاد ارباب العمل على عدم تشجيع الفكاهة في مكان العمل بناء على اعتقادهم. انه اذا كان الناس يضحكون او يستمتعون فانهم لا يعملون بجد. ومع ذلك فقد اثبت البحث العلمي ان هذا صحيح برضو. طيب يبقى سيه كمان غلط. تعالوا نشوف ديه. اعتاد ارباب العمل على عدم تشجيع الفكاهة في مكان العمل بناء على اعتقادهم انه اذا كان الناس يضحكون او يستمتعون فانهم لا يعملون بجد. ومع ذلك فقد اثبت البحث العلمي ان هذا غير صحيح بالمرة او كده. او كده رجالة دي هي الاجابة الصحة. مفاش ولا غلطة. جملة اللي بعدها. اذا اعطينا صحارينا العناية المناسبة او الواجبة. بامكاننا ان نزود او نزيد الدخل القومي. دخلنا القومي. ان نحل كتير ممشاكلنا. بيزود من مساحة الارض المزروعة. بيخلق فرص عمل او وظائف شغل للشباب. دي كده ترجمتنا احمد. تعالوا نشوف باهم بيقولوا ايه. نبدأ بايه. اذا اعطينا صحارينا العناية السببية. اهو ايه طلعت بره اصلا. مش معناها السببية ولكن العناية الواجبة الصحيحة المناسبة. فبالتالي السببية دي غلط. طلعنا ايه من قبل ما نقرأ اي حاجة اصلا. تعالوا نشوف بي. اذا اعطينا صحارينا العناية الواجبة يمكننا زيادة الدخلنا القومي. وحل العديد من مشاكلنا. فيزيد استصلاح الصحراء من مساحة الارض المزروعة. حلو. ويختلق وظائف جديدة. لا يختلق يعني يقلف من دماغه. اسمها يخلق وظائف. يختلق دي الواحد يختلق مشكلة يختلق قصة. لا كده يعني يقلف من دماغه ده غلط. بي كمان طلعت بره. تعالوا نشوف سي. اذا اعطينا صحارينا العناية الواجبة. يمكننا زيادة الدخلنا القومي. وحل العديد من مشاكلنا. فاستصلاح الصحراء يزيد من مساحة الارض المزروعة. ويوجد وظائف جديدة لشبابنا. صح. صح جدا. سي صح جدا. تمام. تعالوا نشوف دي. اذا اعطينا صحارينا العناية الواجبة. يمكننا زيادة الدخلنا القومي. وحل العديد من مشاكلنا. فاستصلاح الصحراء يزيد من مساحة الارض المزروعة. ويوجد. اللي هي زرز او زرارة يا جبعة. وطبعا دي مش موجودة. يعني استرد الفرق يوجد ويوجد دي فصلة كسرة وفتحة. هو الفرق ايوة فعلا. هنا يوجد يعني يخلق وظائف شغل. هنا يوجد يعني موجود فعلا. لا. يبقى دي غلط. ويسي هي الاجابة الصح. ايجبت مصر. في حاجة ماسة. حاجة شديدة. بس هي طبعا باد هنا مش معناها حاجة وحشة. ولكن شديدة الاحتياج يعني. يعني واسع النطاق كبير يعني. وايكونوميك اقتصادي وريفورم اصلاح. اصلاح اقتصادي كبير وواسع النطاق. توريستور. اتس بايونيرينج رول. ريستور يعني استعادة وبايونيرينج رول يعني دورها الريادي. بايونيرينج يعني ريادي ورول يعني دورها في الشرق الاوسط. في منطقة الشرق الاوسط. علماء الاقتصاد ينادي علماء الاقتصاد طبعا مش يرسم يعني وضع خطة بينادوا بوضع خطة فور اه فاندس. ليه استثمار الاموال هنا معناها المبالغ المالية او الاموال في مشروعات تطوير مصر. يلا نبص مع بعض على جملة جملة زي ما عملنا في اول واحدة. مصر في حاجة ماسة لاصلاح اقتصادي على واسع او واسع نطاق. نشوف ايه? ان مصر في حاجة ماسة الى اصلاح اقتصادي واسع النطاق. ايه ما فاش اخطاء? تعال نشوف بيه. ان مصر في حاجة سيئة. لا مش سيئة. حاجة ماسة وليست سيئة. بادي هنا مش معناها سيئة حاجة وحشة. لا. حاجة ماسة. يبقى بيه طلعت بره المنافسة. تعال نشوف سيه. ان مصر في حاجة ماسة الى اصلاح اقتصادي شاسع. لا استعادة قاعدتها يا راجل شاسع ايه? قاعدتها دي اللي هي رول. اريو اللي ايه. لا. احنا بروه رول دورها. وشاسع دي يعني واسع. لا هي هي معناها كبير يعني. على واسع النطاق يعني مش شاسع في المساحة. طيب نشوف دي لان لغاية دلوقتي ما عنديش غير ايه هي اللي صح. ان مصر في حاجة شديدة. ماشي تمشي. ايه لو اصلاح اقتصادي في مساحة واسع يا راجل في مساحة واسع ايه? مساحة ايه? احنا مش بيتكلم على ارض ولا مساحة لا احنا بيتكلم على على نطاق واسع يعني. تخيلوا يا جماعة من اول جملة ايه هي اللي مكملة معايا. تعان كمل كده? على نطاق واسع. او واسع النطاق لاستعادة دوريها. انا بكمل ايه بسمار الاموال في مشروعات التنمية بمصر يا جماعة ايه مفهاش ولا غلطة. نابر فايف بتقول. فود فور اول. هنا فود فور اول مش معناها اتحام للجميع يعني. ولكن توفير الطعام يعني. هو ده معناها توفير الغذاء يعني. هي المشكلة الرئيسية في العالم اليوم. لان العالم الجائع is never likely to be a peaceful one. العالم الجائع مش محتمل ابدا ان يكون عالم آآ يسود السلام يعني فيه سلام. Unrest throughout the world. الترب. Unrest. الترب. مشكل. throughout the world يعني في كل انحاء العالم. has its main cause. in dissatisfaction. السبب الرئيسي فيها هو عدم الرضا. with that part of the standard of living. عدم الرضا عن هذا الجزء في مستوى المعيشة. connected with food الخاص او مرتبط بالطعام. طيب. لما نشوف ايه مع بعض? ان الغذاء للجميع يعني انا يعني معترض تماما على فكرة ان اسمها الغذاء للجميع يعني. يعني هو الغذاء توفير الغذاء. مش الغذاء للجميع يعني مش صح. ايه غلط? طيب. نشوف بيه. ان توفير الغذاء للجميع هو المشكلة الرئيسية في العالم اليوم. لان العالم الجائع لا يحتمل ان يكون عالم من يسود السلام. والسبب الرئيسي اللي الترب في جميع انحاء العالم هو عدم اشباع هذا الجزء من مستوى المعيشة المرتبط بالطعام. عدم اشباع او عدم الرضا يعني satisfaction هنا يعني اشباع او الرضا. اوكي. تمشي. بيه ما فيهاش اخطأ. تعالوا نشوف سيه. ان الغذاء للجميع برضو يعني ما فيهش مشكلة. ما فيهش فايدة يعني هو كاتب برضو الغذاء للجميع. برضو نفس الفكرة. طيب نشوف دي. ان ال غذاء للجميع هو المشكلة الرئيسية برضو نفس الكلام. اخدوا بالكم. يعني انا ببص كده بسرعة بصة سريعة لباقي الجملية فاشغطا قوي غيرها يعني. عشان كده. يعني تعالوا نرا مع بعض ايه? ان الغذاء لهجميع هون مشكلة رئيسية في العالم اليوم لان العالم الجاء الله يحتمل ان يكون علاما يسود السلام. السبب الرئيسي للتراو في جميع الحال العالم هو عدم الرضا عن هذا الجزء من مستوى المعيشة المرتبط بالطعام. تعال شوف سي. ان هذا ان غذاء للجميع هو المشكلة الكبيرة. يعني مشكلة الرئيسية المشكلة الكبيرة في العالم اليوم لان العالم الجاعة لن يكون علاما مسالما. نفس المعنى تقريبا. السبب الرئيسي لعدم الراحة في جميع الحال العالم هو عدم الرضا عن هذا الجزء من مستوى المعيشة المرتبط بالطعام. تقريبا ما فيش غرطة غير أنك غذاء للجميع فعشان كيف أقول لك المشكلة عندها هي عند الحتة دي إن الغذاء الجميع هو المشكلة الرئيسية في العالم اليوم لأن العالم الجميع لا يحتمل أن يكون عالما يسوده السلام والسبب الرئيسي للتراب في جميع الحال العالم هو عدم الرضا عن هذا الجزء من مستوى المعيشة مرتبط بالطعام تقريبا الجملة الدقيقة ما فيش غير المشكلة في حتة الغذاء الجميع وعشان كده هنختار بيه لأن معناها توفير الغذاء هي مش الغذاء الجميع ولكن توفير الطعام يعني استثمار كل أموالك في سوق الأموال ربما يكون مخطرة لذلك من منصوح به إنك تستثمر جزء وتحتفظ بالباقي لو الأموال أو نبلغ المالية تم دخها أو تم استثمارها بشكل صحيح في المشروعات التنمية سوف تخلق ملايين فرص العمل طيب يبقى ناخد جملة جملة ربما يكون حاجة فيها مخاطرة أنا محفوف بالمخاطر يعني طيب بادئ بداية مؤسفة جدا كاتب من المؤكد وحضراتكم طبعا عارفين إن اسم ماي دي معناها من المحتمل مش من المؤكد فبالتالي A غلط من قبل ما ينكمل تعالا نشوف بيه قد يعني احتمال يمشي قد يكون السس مار كل أمولك في سوء الأوراق المالية محفوفا بالمخاطر طبعا أنا موافئ الجزء الأول والجملة الأولى معها تعالا نشوف C من المؤكد تاني C غلط من المؤكد دي غلط فبالتالي أنا عندي A و C غلط برا طلع برا أصلا تعالا نشوف D قد يكون استثمار كل اموالك في البورصة. البورصة دي اللي يسوي الاموالي وهي هي نفس المعنى محفوفا بالمخاطر. بكده انا عندي اللي بيتنافسه مع بعض هم اه بي و دي. لكن ايه و سي طالعبرة. تعال نكمل. لذلك من المنصوح به او ينصح انك تستثمر جزء وتحتفظ بالباقي او ما تستثمرش الباقي. تعال نشوف بي. لذلك ينصح باستثمار جزء منها ولا احتفاظ بالباقي. تمام. تعال نشوف دي. لذلك لا ينصح. لذلك لا ينصح. لذلك لا ينصح. طبعا غلط جدا لذلك ينصح. هنبص على دي كده من الاولها قد يكون استثمار كل اموالك في البورصة محفوفة بالمخاطر كده صح. لكن لذلك لا ينصح دي غلط. يعني انت عندك هنا اهي. وهنا الراجل كاتب لذلك ينصح وجاي هنا كاتب لذلك لا ينصح. يبقى انا عندي بي هي اللي صح والباقي غلط من قبل ما كمل. بس انا هكامل بي للاطمئنان. تعال نقراها كلها. تعال نشوف كده. قد يكون استثمار كل اموالك في سوق الاوراق المالية محفوفة بالمخاطر. لذلك ينصح باستثمار جزء منها والاحتفاظ بالباقي. واذا تم حقن الاموال. يعني هي اسمها دخ الاموال يعني. يعني دخ الاموال يعني. ماشي. واذا ازا تم دخل كنت بقرف بيا يا جماعة ازف. واذا تم دخل اموال واستثمار قد يكون اه قد يكون استثمار كل اموالك في سوق الاوراق المالية محفوفة بالمخاطر لذلك ينصح باستثمار جزء منها واحتفاظ بالباقي. واذا تم دخل اموال ايوة كده. واستثمارها بشكل صحيح في مشاريع التنمية فانها ستخلق من فرص عمل. صح كده يا جماعة انا اسف عيني نزلت على الجملة اللي تحتها. اه بيه هي الاجابة الصحيحة. learning is a never to stop process. التعلم هو عملية لا يجب ان تتوقف. lifelong learning التعلم مدى الحياة helps people بيساعد الناس to get the skills على الحصول او انك تحصل على انهم يحصلوا على المهارات which help them اللي هتساعدهم get promoted على الترقية. it also helps them ايضا هتساعدهم keep up with and يواكبوا the ongoing progress على ان يواكبوا التقدم او التطور اه المستمر. in the world of science في عالم العلوم and technology والتكنولوجيا. يعني نزلت إلى جملة جملة learning is a never to stop process. lifelong learning helps people to get the skills. بتساعدهم على الحصول على المهارات. ان التعلم هو عملية لا يجب ان تتوقف كما يساعد التعلم مدى الحياة الاشخاص على اكتساب المهارات. لغاية المهارات ونوقف. نشوف b. ان التعلم هو عملية لا يمكن تتوقف كما يساعد التعلم مدى الحياة الاشخاص على اكتساب المهارات. تمام. تعال نشوف c. ان التعلم عملية لا تتوقف ويساعد التعلم مدى الحياة الاشخاص على اكتساب المهارات تعال نشوف دي ان التعلم عملية لا تتوقف ويساعد التعلم مدى الحياة الاشخاص على اكتساب المهارات نكمل المهارات اعملها بقى التي تساعدهم التي تساعدهم على الترقية التي تساعدهم على الترويج لا الترويج لا الترقية مش الترويج طب نشوف بي التي تساعدهم على الترويج برضو يبقى ايه وبي غلط تعال نشوف سي التي تساعدهم على الترفيه يا خبرة بيط الترفيه دي لو انت ما خدتش بالك هتفتكال الترقية وتختارها تعال نشوف دي التي تساعدهم على الترقية يبانا كده من النسبة لي دي هتكمل معي الوحيدة اللي صح تعال نكمل كده إرية كما أنه يساعدهم على مواكبة التقدم المستمر في عالم العلم والتكنولوجيا دي هي الجملة الوحيدة اللي ما فياش أخطأ ربما كان واحد من أهم الأحداث واحد من أهم الأحداث في تاريخ البشرية معناها البشرية يا جماعة على الإطلاق بدأت القصة الحقية للحضارة طيب نشوف كده ايه بيقول لعل اكتشاف الزراع وليه لعلة يعني ليه خلاها لعلة ليه خلاها احتماليا يعتبر أهم ما حدث في تاريخ نوع البشر ما فيش حاجة يسميها نوع البشر اسمها البشرية أصلا عشان كلمة مان كاين دي فيها كاين دي بنوع لا طبعا اسمها البشرية ايه غلط يا معنا لعلة في الأول وبعدين نوع البشر لا تعالوا نشوف بيه ربما كان اكتشاف برضو ربما بس أوكي يعني ربما كان اكتشاف الزراعة أهم حدث أحد أهم الأحداث في تاريخ البشرية كويس جد تاريخ البشرية تمام فمع اكتشاف الزراعة نكمل لغاية البشرية ونقف بس وبعدين نبقى نشوف يعني ربما كان اكتشاف الزراعة أحد أهم الأحداث في تاريخ البشرية ودي كمان ربما كان اكتشاف الزراعة احد اهم الاحداث في تاريخ البشرية. كويس. نكامل بقى بس فيه مانكايند ايفر على الاطلاق ايه. هي مش موجودة موجودة في ايه واللي احنا كده كده استبعدناها لكن بيه البشرية ومش مكتوب بعدها على الاطلاق. خدوا بالكم الحكاية دي ممكن تكون غلطة لان فيه كلمة مش موجودة. سي موجودة على الاطلاق. كويس جدا. دي مش موجودة على الاطلاق اصلا. اوكي. يعني انا شايف انه كده الوحيدة اللي فيها على الاطلاق هي سي. ربما تكون هي دي جابة الصحية الوحيدة. طيب. فمع اكتشاف الزراعة نشوف بيه بقى. فمع اكتشاف الزراعة تبدأ. لا مش تبدأ. بدأت. بدأت في الماضي. يبقى تبدأ دي غلط. يبقى بيه طلعت برا ايه. نشوف سي. فمع اكتشاف الزراعة بدأت قصة الحضارة الحقيقية. تعال نشوف دي. فمع اكتشاف الزراعة بدأت قصة الحضارة الحقيقية مفيش غير الفرق الوحيد حكاية على الاطلاق ودي كلمة ناقصة ودي غلطة. فبالتاني انا هعتبر ان C هي الاجابة المكتملة اللي فيها كلمة على الاطلاق ودي هي الاجابة الغلط. وهنختار C في الاختيارات. لكي تبقى للبقاء قابل للتوظيف. الاشخاص must be good at the jobs. لازم يكونوا جيدين في وظائفهم اللي بيعملوها. ما هي المهارات التي ربما يحتاجونها في المستقبل. مفيش صاحب عمل في العصر الحالي. هيحتفظ بيك مش بتشتغل عنده او موظف عنده. لو لم تطور من مهاراتك الحالية وتكتسب. مهارات جديدة. طيب. هنقرأ جملة جملة وانترجم. للبقاء قابلين نشوف ايه كده? للبقاء قابلين للتوظيف يجب ان يكون الافراد جيدا هي جيدين يا جماعة. جيدين في الوظائف مش جيدا يا جماعة. هنا جيدا دي غلط ونستبعد ايه? نشوف بي. سوري. لكي يبقى الافراد قابلين للتوظيف يجب ان يكونوا جيدين في الوظائف التي يقومون بها. نشوف سي. لكي يبقى الافراد قابلين للتوظيف يجب ان يكونوا جيدين في الوظائف التي يقومون بها. نشوف دي. لكي يبقى الافراد قابلين للتوظيف يجب ان يكونوا جيدين في الوظائف التي يقومون بها. طيب لغاية الوقت عندي بي وسي ودي تمام نشوف كده هنعمل ايه نرجع تاني البي ولن يقوم اه سوري وان يتنبأوا بالمهارات التي سوف يحتاجون اليها في المستقبل لغاية دلوقتي ما فيش مشكلة وان يتنبأوا بالمهارات التي قد يحتاجون اليها في المستقبل برضو بي وسي مكملين وان يتنبأوا بالمهارات التي سوف يحتاجون اليها في المستقبل ودي كمان ما فيش مشكلة يبان عندي بي وسي ودي حتى الان مكملين معي طيب ولن يقوم اي موظف لا موظف مين صاحب الشغل يو كاتب امبلاير نو امبلاير هنا كاتب موظف يبقى كده بي طلعت اخيرا في حد طلع يبقى ايه وبي طلع مع بعض يبقى فضل لنا سي ودي تعالا نشوفه مع بعض كده ولن يقوم اي صاحب عمل في العصر الحالي بيبقاءك موظفا الا اذا طورت مهاراتك الحالية واكتبت مهارات جديدة سي ما فيش اخطاء يا جماعة لفكر ولن يقوم اي موظف او موظف دي فيها غلطي بسيه كده هي الاجابة الصح بتاعتي جمنا لبعدها تحت شعار يعني شعار تحت شعار خلق فرص عمل جديدة تبدل الحكومة اقصى جهدها او قصارى جهدها بتمد او بتوفر مشاريع مجانية فور ذي يونج بيبل للشباب جوب كرياشن خلق الوظائف او خلق فرص العمل is a powerful solution حل قوي ذات will help solve the economic problems هيساعد في حل مشاكل اقتصادية بط ساشل وانز از ويل و ولكن الاجتماعية ايضا طيب تحت شعار خلق فرص العمل عن طريق الاستثمار تبذل الحكومة قصارى جهدها لتوفير المشاريع المجانية للشباب خلق فرص العمل هو حل قوي من شأنه ان يساعد على حل او في حل المشاكل الاقتصادية ولكن المشاكل الاجتماعية ايضا يعني هي المفروضة على فكرة كانت الجملة اصلا في الانجليزي كانت ناقصة not only but also يعني ولكن اوكي ماشي مش مشكلة يعني not only economic problems اللي هي هنا مش بس المشاكل الاقتصادية but social ones as well بس اوكي يعني ولايس فقط كزا مفروض يعني بس ما علينا هو الرجل مش كاتبها في الانجليزي ومش مترجمة في العربي ايه ما فيهاش اخطوة يا جماعة تعال نشوف بيه تحت شعار خلق فرص العمل عن طريق الاستثمار تبذل الحكومة قسارة جهدها لتوفير المشاريع الحرة لا هي المجانية مش الحرة مش عشان فريع يعني لا الحرة دي غلط نشوف سي تحت شعار خلق فرص العمل عن طريق الاستثمار تبذل الحكومة قسارة جهدها لتوفير المشاريع المجانية للشباب وخلق فرص العمل هو حل قوي من سببه لا مش من سببه من شأنه مش من سببه. كده يبقى برضو غلط. دي تحت شعار خلق فرص العمل عن طريق الاستثمار تبذل الحكومة قصارى جهدها لتوفير مشروعات التنافس الحر. لأ مفيش التنافس دي خالص. التنافس دي من عندك اصلا. يبقى بالتالي انا كده بالنسبالي ما عنديش غير ايه هي اللي ما فيهاش اخطاء وبالتالي ايه هي الاجابة الصحيحة. بالمناسبة ده كده الجزء الاول ده الجزء الاول من حلقات الترجمة. لسه عندنا حلقات تاني يا صيدك. احنا خلصنا الجزء بتاع النهاردة ولكن لسه. يوميا كده نزل الجزء علشان نخلص اكبر قدر من اسئلة اه المعاصر المراجعة نهائية بتاعت الترجمة بتاعت كتاب السكيلز عشان تبقوا داخلين ان شاء الله الامتحان وانتم متطمنين للسؤال ده زي ما عملنا في وزي ما عملنا في وزي ما عملنا في اجزاء الكلام واعتقنا الحمد لله المشكلة بالنسبة للحاجات دي كلها هتحلت. وبكده شباب نكون خلصنا الجزء ده من اجزاء الترجمة لان احنا لسه عندنا اجزاء ترجمة كتير لسه ما خلصناش الترجمة استنى مني كل يوم حلقة الترجمة علشان تتابع معي ان شاء الله الترجمة تبقى بالنسبة لك اسهل سؤال في الدنيا بحبكم في الله متنساش تشاري الفيديو لكل اصحابك وتشترك في القناة وتعمل لايك وتسيب الكومنت اشوفكم دائما على خير الى اللقاء